موسيقى وارجعنا لكم مرة تانية ولسا مكملين معاكو حلقتنا ودلوقتي وصلنا معاكو لتاني فقراتنا المنورة موسيقى بعد غياب اليومين الأجازة اللي خدناهم دول قلنا لازم نرجع لنقشاتنا وكلامنا ونختار موضوع كده قوي نختم بيه الأسبوع طيب بداية كده فكرة ان احنا وصلنا لسنة عشرين تلاتة وعشرين وبنتفرج على مسلسلات توركي ونقرأ ثقافات مختلفة ونخرج هنا ونسافر هنا ونلبس آخر موضة مش معناه أبدا ان احنا كمجتمع مصري وشرقي هيقدر يتخلص من أفكار وموروثات ومعتقدات اتولدنا لقينيها وتربينا عليها واشربناها هل مثلا أنا أو هند أو أي حد بيسمعنا دلوقتي معتقدين انها تتغير بكل سهولة وبساطة؟ أكيد لا لكن بتظل المرأة هي أكثر عنصر في المجتمع بيتمارس عليه الأفكار دي فقلولي كده بعد كل النجاح والتقدم والتطور الحقيقة والست وجودها في كل الأماكن وكل المناصب بنسبة كم في المية قدرتوا تغيروا وجهة نظركم عنها؟ يعني خليها أقولك الحقيقة وأنا بالنسبة لي النسبة دي أكيد مش هترجع للجهد اللي الست عملته ولكن هتعتمد على طريقة تفكير وثقافة الشخص نفسه ومعتقداتنا عدتنا وتقاليدنا على رأسنا من فوق لأنه ده جزء من ثقافتنا وحضارتنا ولكن زي ما بنتطور لازم نعرف ويبقى عندنا توازن ما بين اللي بنفكر فيه واللي بنعمله يعني مثلا ما يفعش بنتك تبقى بتشتغل وبترجع ساعة 9 ولا 10 بالليل لكن لما تشوف بنت تانية مثلا تجري في الشارع الساعة واحدة بالليل تسيء الظن فيها وتتكلم عنها وتقول فين أهلها والبنت زي ما عندهاش أهل ولا بتعمله في وقت زي ده والكلام طبعا اللي احنا للأسف بنسمعه وللأسف احنا كأغلبية المجتمع خلينا نقول ان احنا عندنا سوق الظن عالي شوية دايما بندور على دانيل علشان نسبة سوق الظن أو نسبة اللي احنا بنصدقه خلي بالك برضو يا ميرا انه دي ظاهرة في علم النفس اسمها الانحياز التأكيد النظرية دي من وجهة نظري بتفسر كل اللي احنا بنفكر فيه بالضبط يا هند انا برضو بيتيقلي علشان كده للأسف الست في كل مرحلة من حياتها بتعاني دايما من التوقعات والنظريات والأحداث اللي الناس بتفرضها عليها يعني بعيدة عن كل ما تعانيه من فكرة انها اخرها المطبخ والكلام اللي قلناه كله فوق ده مع انه طبعا المطبخ دايما بنسبة لي احلى حاجة الا انها بعد ما تتجوز كمان مش بتترحم يعني لان ده بينقلنا بقى النوعية التانية وهي الستات المطلقات الستات الارامل الستة اللي بتوصل لسن الاربعين من غير ما تتجوز ممكن يكونوا يعني مش ممكن يكونوا هم بفعلا ستات محترمين جدا وليهم شأن كبير في المجتمع وممكن تبقى ستة بسيطة جدا بس عايشة في حالها كافية خيرها شرها ما لقيتش حد كويس ظروفهم جات كده حياتهم الشخصية ما كانتش مع شخص مناسب فاتطرت تطلق او جوزها مات او ما لقيتش ابن الحلال فتلاقي واحدة كل الحاجات دي بتيجي على دماغها هي ما لقيتش حد يصنها ويحافظ عليها ويحافظ على عيشتها ويعمل لها حياة كريمة فتتعاقب بقى نبتدي بقى ايه نعلق لها حبل المشنقة ونحاسبهم انه هم مختلفين عننا يعني ليه دايما يكون في الشخص اللي بيبص بطرف عينه وكده ودماغه تسرح في توقعات غريبة يعني هي اصلا بريئة منها وملهاش زنب ويطلع بقى مسميات مسميات الفضيع اللي بنسمعها دي البايرة فتها القطر الكلام اللي يوجع فهمة اي ست وهي بقول لك من كريم الكاشرانة بايرة فجد كلام يوجع اي ست وهي ما لهاش زنب على فكرة هي اما انا مش هروح اتجوز اي جوازة لمجرد ان انا بقى الحقة قطر ايه ما يدوس علي بعد كده انا مركب ولا اي زورك صغير كده بس احنا خلينا نقول ان احنا برضو مش عايزين نبقى منحازين للست ونزلم الراجل او نقول للراجل سبب كل ده انه للأسف الشديد او كتير بيبقى الشخص اللي بيبص بطرف عين وكده او بترفعين وكده بتبقى ست زي ايها زي انا عادي جدا ست ممكن تبقى ام لشاب لا ما تتجوزش دي عشان دي مطلقة لا ما تتجوزش دي عشان دي ارمالة وتبقى بنت زي الفل ما عملش حاجة غلط انها تطلقت صحيح كمان انه لو واحدة مش متجوزة دايما بتتحط فيه تحت نيران الشك ايوة اللي هو ايه دي مش متجوزة فتلاقي كل واحدة خايفة على جوزها ولو مثلا عادي يسلم على جوزك ازايك عامل ايه؟ او لا دي بقى دي اكيد لا مش جوزك انتي جوزك اخويا لا انا بقولك على الحاجات اللي واحد ساعات بيشوفها اصلا ايوة بالضبط لمجرد انها مش متجوزة تلاقي كده نيران الشك كده تطلع من عينها وتغير وتبقى انه وتت عايزة تخطفه مع ان احنا ستات زي بعض ممكن جدا انت تتحطي في نفس الموقف ممكن تتطلقي ممكن لقدر الله ترملي تبي ارملة لكن احنا عندنا للأسف خلينا نقول سوق زنف بعض وإلا ما كانش هيتقال عدو المرأة الاول هو المرأة بس المرأة الحقودة المرأة السودة ما خلي بالك الستات اللي بيعملوا كده هم اكيد اتعمل فيهم كده واكيد اتربوا على كده ردود فعل بالضبط هي طلعت معقدة واعتقد كمان ان كل حد فينا ستة او راجل بيشوف نموذج سيء في حياته او بيتربع على اساس مش صح بيفضل مكمل معايا جماعة للاخر وبيطلعها على الناس اللي حواليه يعني شريك حياته مثلا هتلاقي مثلا الست اللي بتشك في جوزها دي وراها ابو وام علاقتهم اصلا ما كانتش مستقرة او عندها عقد من اللي حواليها هتلاقي الراجل اللي بيدرب مراته دي كان ابوه بيتعامل مع امه بشكل سيء او بيشوف ان هو ده مثال الراجل او هو نفسه هو صغير اتعرض للعنف لازم نفكر كده في مقولة بتقول ان كل ما تراه في الاخرين ما هو الا انعكاس لما فيه داخلك فكرا النقطة دي انا وقفت معاها كتير قوي في حياتي بس لان هي فعلا سأصعبة جدا السعوديين يقولوا كل واحد بيشوف الناس بعين طبعه بعين طبعه بس ساعات في حاجة تستفزك في شخص قدامك فمفروض ان انت تدوري الحاجة اللي استفزتك على الشخص دي هي موجودة بس ممكن تبقى موجودة في حتة تانية يعني احنا عايزين دكتور نفسنا كلنا يعني شاركونا رأيوك في موضوع حلقة النهاردة دلوقتي خلصت منورتنا تعالوا ونطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا استنونه موسيقى